اليوم يوم الجرنجعو الجرنجعو احتفال خاص بمنطقة الخليج العربي وخاص بشهر رمضان المبارك بيحصل فيه منتصف رمضان كل سنة لكنه غالبا بيبدأ عن بعض العائلات وبعض الاماكن قبل هذا التاريخ بقى كميون كل البيوت القطرية بتحتفل فيه وغالبا اغلب المولات والمطاعم والمحلات بتحتفل فيه عشان تعمل لحالها دعاية بعضهم بيبدأ قبل باربع قيام بعضهم قبل باسبوع شو الهدف من هذا اليوم؟ الهدف هو الاحتفال بالاطفال اللي بيصوموا في هذه السنة لأول مرة في حياتهم بيحتفلوا انهم كملوا نص الشهر السيام وبشجعوهم انهم يكملوا النص الفعل فعشان هيك بيكون الاحتفال في يوم 14 بعد المغرب يعني ليلة 15 من رمضان هذا الاحتفال بدأت تقريبا قبل 100 سنة كانوا الاطفال بيطوفوا على ابواب منازل الجيران وبيقرعوا الابواب وبيقولوا لهم اعطونا هدية بمناسبة انه احنا صمنا الشهر الفضيل فعشان هيك سموه جرنجعو يلفوا على بيوت الجيران القريبة منهم والاولاد يلفوا على الاحياء الثاني ويظلوا حتى وقت متأخر من الليل واحيانا كانوا الولاد يتقاتلوا فيما بينهم مين جمع حلوة اكثر وتصير عليها مشاكل لكن برضو طبقى ذكرية جميلة حاليا بطرقوا الابواب عشان يجمعوا الحلوة والسكر من البيوت زمان كانوا يجمعوا القمح والطمر فكل البيت بيكون مجهز حالو بمونة جرنجعو بيكونوا شارين من السوق حلوة ومكسرات وفوزدوب واشيء زي هيك حلوة ومكسرات الجرنجعو بتنباع بالشولات بالقبل 10 و15 كيلو زي الرز والسكر كل عيلة بتجيب كمية من الأكياس والسرر زي هيك فاضية وبتعب فيها أكام حبلة في الطفل وبتوزع اللي بيزروهم هذا العيد له لبس معين الأولاد بلبسوا دشداشة وسطرة البنات بلبسوا دراعة ومخنج مع ترتر على الرأس وهاي حالة بلبس الجرنجعو الاحتفال نفسه موجود في كل دول الخليج وظن موجود في العراق وإيران كمان لكن باختلافات بسيطة خصوصا في الأغنية اللي بيغنوها وباختلاف في الإسم في قطر والمنطقة الشرقية من السعودية بيسموه قرنجعو في الكويت بيسموه قرقعان في عمان بيسموه قرنجشور في البحرين بيسموه قرقعون في الإمارات بيسموه حق الليلة في بغداد فيه يوم بيشبهه بيسموه ماجينة وإيه الأغنية مشهورة؟ ماجينة يا ماجينة هل إهلالك علينا لو رايت صومك يحلى مضمون الشغلة وسهلة لو رايت صومك يحلى مضمون الشغلة وسهلة اسأل عب طوال غياب وبحكله شبت الأحباب اسأل عب طوال غياب وبحكله شبت الأحباب أما في السودان فاسمو يوم الحارة وهذا بيحتفله فيه آخر خميس من شهر رمضان طبعا لا يمكن يمر هذا اليوم بدون ما يخذه ولادك هدايا من المدرسة أو من أي مكان بروحه عليه أو من أي مطعم أو من أي مول ولازم يغن الأغنية المشهورة ترجمة نانسي قنقر